وهي عبارة عن مباريات ذهاب وعودة بين تصنيف أول وتصنيف تاني يعني مصر حتى الآن كابتن عليق عايزة لك في النقطة دي لسه تصنيف تاني لو الخمسة اللي فوقينا تأهلوا يعني إحنا محتاجين الانتصار بتاع النهاردة ومحتاجين حتى إذا ضمننا التأهل الجولة اللي جاية نلعب على الانتصار في الجولة اللي بعدها عشان نقل بل وفي كأس العرب المحتمل أنه هو لأنه معترف من جانب الفيفا به محتاجين ناخد البطولة عشان نفرق عن غيرنا عشان نبقى من تصنيف أول عشان نسهل اختياراتنا معروف أن العايزة أهل يلعب أي حد والكلام اللي بتقوله ده كمدربين ليه بليقوله لكن أحسن لك أنك تلعب بالطريق الأسهل طبعا 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 أنا كنت معاك هنا يقولت لك إحنا هنوصل إن شاء الله إن شاء الله بس إحنا إن شاء الله نعمل حسابنا اللي إحنا لما نوصل نبقى فرقة خوي فرقة يتعملها ألف حساب فرقة يعني جمهورك يبقى حاسس اللي عندك فرقة خوي تروح تعمل نتائج إيجابية كويس أوي لكن نحن عملين نفرح عشان نكسبنا وطلعنا أو المجموعة والحاجات دي كلها لا يعني مع احترام للمجموعة مجموعتنا يعني نفهول سهلة يعني لكن احنا عايزين نبني منتخب قوي الفطرة اللي جاية هي دي شغلة الجهاز الفني بناء منتخب قوي يستطيع المنافسة في جميع المحافل الدولية أو أفريقيل العالم ما زبو